السلام عليكم كيف كون ان شاء الله تكونوا بخير اليوم رح نحكي عن حدث الايقونز وهو اقوى حدث بفي فون ويل من داخل الحدث رح اشرح لك وشوفي كل اللاعبين رح تنزل وشو رح نحصل من الحدث شو اللي بالمجان وشو اللي بالفلوس وشو اللاعبين اللي لازم نبيعون واللي لازم نخليون عنا الشرح اليوم نار يا غوالي رح اشرح لكم حتى المهام يلي بالحدث وكيف رح نحصلون للاعبين وشو الخيارات المتاحة لنا فلا تنسونا من اللايك والاشتراك واليمام فعل زر الجرس فعل زر الجرس لا يوصلوا كل جديد ومثل معاودكم بنهاية المقطع رح يكون في نصائح بس هالمرة رح يكون في صور اللاعبين وطاقاتهم لحتى انتوا تختاروا منهم اللاعب يلي بتكون تشتروا او اللاعب اللي عم تحضروا نفسكم اللي تشتروا وطبعا في تصريح رح يكون رح نشوف اللاعبين ورح نقرر اذا هو بيستاهل انه نشحنه او لا او يلي بيحب يشحن تصريح فرح تشوفوا معانا بالفيديو كل التفاصيل ان شاء الله يلا فينا نبلش شرح let's go اخواتي اول ما رح نفتح الحدث رح نشوف قدامنا هاد الشي طبعا رح نقدر نفتح واحد من ثلاثة يعني رح يعطونا مفتاح واحد مجاني عشان نفتح لاعب واحد مجانا يعني انت رح تختار اما تفتح ACM اما تفتح كورويف اما تفتح كافو هذا مجانا وفيناك تفتح البقية طبعا بالفيفا بوينت او نحنا محتاجين نشحن لحتى نفتح بقية اللاعبين طبعا رح اشرح لك المسارات كله ياتا انا هلأ وفيه شغلة كتير حلوة انه نحنا فينا نبدل نقاط الحدث الماضي على هاد الحدث كرمال نمشي مهام بسرعة ففينا نشتغل انه نحنا نبدل نقاط الحدث القديم بالنقاط الجديدة مشان ناسرع بالمهام وفيه خيار انك انت تبدل النقاط القديمة بكوينز بس انا ما بفضل هاد الخير وبنصحكم انكم تبدلون بنقاط الاسطورة حتى نمشي المهام بسرعة اكتر احد القسم الرئيسي بالحدث يعني هون بس تفتح قسم الرئيسي بالحدث يلي رح نلعب فيه المهام لحتى نجمع نقاط الاساطير لحتى نمشي بالمهام ونمشي بالمسار يلي احنا اخترناه باول المقطع هون في عنا مهام بسيطة المهام باول شي رح نلعب ورح ناخد كوينز بس كوينز لما تخلص المهام كلية رح توصل لانك تاخد نقاط الاساطير يعني هون رح نفتح رح نلعب المهمة رح ناخد كوينز وتحت رح نلعب وجها لوجه كمان رح ناخد كوينز وبعده كمان رح نلعب موتش ضد الزكاة الاصطناعية كمان رح ناخد كوينز وفوق رح نلعب هجوم تنافسي اخر شي بيعطينا هدية وانت وحظك كمان من 15 ل 35 نقطة لحتى تمشي المسار طبعا مثل معاودتنا فيفا رح يكون فيه اعلان بيعطيك كوينز بس المهام هاي ركزوا معايا ورح تكون كل 12 ساعة على الاغلب يعني رح تكون كل 12 ساعة رح تلعبها مرتين للمهام باليوم ورح تاخد نقاط الاسطورة مرتين بالنسبة للإعلان رح يكون بقلب وعشر نقاط كالعادة وفيناك تشتري نقاط مشترة بفيفا بوينت زي بتحب تشحن وتشتري وبعدها رح ننتهل على المهام الاسبوعية رح يجينا بعد هدول رح يجينا مهام اسبوعية للأسف فهي رح تعمل رفرش كل اسبوع طبعا المهام رح تكون بسيطة بس رح يعطونا كوينز وبنفس الوقت رح يعطونا نقاط الاسطورة أو الليجيند بوينتز متل ما هنا نسمينا فأنت هون رح تلعب مهام كل اسبوع رح تاخد كمان بعض النقاط لحتى تمشي المسار أسرع معك ومتل ما أتلكون كل اسبوع رح تعمل رفرش لمهام جديدة يعني كل 6 أيام والمهام بسيطة متل ما قلت لكم فهي انك تلعب بالمدير الفني تسجل 20 ندق بالمدير الفني وتجيب 10 وين وتلعب 6 مباريات فأنت رح تضطر انك تلعب بالمدير الفني تعالوا نروح نشوف كرويف لأول مسار هو رح تشوفهم بعض فأنت نقاط الاساطير طبعا رح تصرفهم هون من اللي حكينا عليهم بأول المقطع فأنت رح تصرف النقاط هون ورح تاخد هدايا طبعا كالعادة الهدايا متل ما نكون شايفين كوينت وبعدين لعب 111 وبعدين لعب 112 أكيد رح يكون بيناتهم رح يكون بيناتهم معززات مهارة ومجوهرات وكل عادة فيفا بوينت وبجوز فيفا بوينت متل الحدث الماضي بجوز كوينز كتير باللعبة فأنت رح تحصل بالمهام هون لحد ما توصل كرويف طبعا أنا رح نزل مقطع لأفضل استراتيجية انتظروني بالمقطع القادم طبعا رح نزلها أنا بعد ما شوف على الواقع فأختاركن أحسن استراتيجية لأفضل لعبين والأكتر نسبة نربح فيه نحن المجاني طبعا واللي بيشحنوا أخي بتقدر توصلوا على كل شي ورح ندعل هلأ لإيسيان رح نشوف شو فيه بالمسار تبيته طبعا فيه كوينز وفيه مجوهرات بس رح نشوف مع بعض رح أردكم مع بعض اللعبين في الكام الفرنسي 108 أوفر وبعضه في عندنا كريسبو الأرجنتيني 109 أوفر المهاجم ما تستعجلوا على الشي أنا رح نزلكم استراتيجية لحتى تستفيدوا أكبر استفادة مثل ما قلت لكم تزوروا مني الاستراتيجية لأنه أنا شفت على الواقع رح أعطي استراتيجية لنحصل فيها أفضل مسار في عندنا لامبرد سي ايم 110 وموجود عنا من قبل 111 هو هون بس موجود عنا من قبل 110 في بلك اللاعب الأسطوري طبعا وفي دروكبا يا ربا إيسيان الـ 114 سي دي ايم ومننتقل هلأ لكافو أحلى مسار أو أنا بالنسبة للي رح أفضله أكتر مسار في عندنا 108 ما رح أتم فيه بعدها عندنا المدافع نفسه اللي بي حدث الأبطال وبعدها عندنا رونالدو الـ 112 ولا أروع من هيك يعني هذا صار مجاني فأنا أكتر شي بفضل هذا المسار طبعا وأصلا أنا عندي تشكيلة برازيلية وأنتم بتعرفوا هذا الشي وبعدها في عندنا كاكا كام اللاعب الأسطوري الذي لا يرحم أحدا وكافو بالنهاية 114 أنا من جهتي أهم شي عندي هذا التصريح مع أني كان عندي كل اللاعبين الموجودين فيه بس طبعا الـ 114 غير وهذا كل شي كان بيخص اللاعبين الأساسيين تعالوا نروح بقى لـ فهون رح نلعب لحتى ناخده كوينز بس لم كوينز يعني يلي ما عنده كوينز رح يجي لهون ويم كوينز اشتغل لم كوينز لابا أحد يجيني عن اللايف وإلي بدي كوينز ومن وين بتجيب لكوينز أخي عبي حطو لكم اللاعبة كوينز وعبي ربحوكم كوينز وبدو ياكم تجمعوا أكبر عدد من الكوينز التحديات هون رح تكون وجهة اللي واجه أنا رح شوف إذا كان فيه غليتش طبعا رح يشرح لكوينيها أو إذا كان فيه شيء بطريقة سهلة نخلصون رح يشرح لكوينيها ما في مشاكل المهم تجمعوا كوينز وتريحوا راسي يلا نتقل مع بعض المهام هون رح يكون عندنا مهام مثل العادة يعني رح تاخد كوينز ونقاط تدريب وما بعرف شو كالعادة يعني ونقاط التصريح مش هنسكر التصريح طبعا رح نشوف التصريح مع بعض كمان هون الأمور بسيطة آخر شي عنا نلاعب بين الأوفر 103 والأوفر 113 عفوا بين الأوفر 108 والمئة 13 خربطنا هلا بيجي لك واحد راسي مربع يا أخي الروس المربع ما عم تخلص عنا نروح مع بعض نشوف التصريح في عنا مجوهرات 15 مليون كوينز اللي بيحب يشرح يشحن التصريح ما عدنا نعرف نحكي مشا الروس المربع تزهر وأكتر وأكتر في عنا النقاط هدولية اللي مبدلون على ما بعرف شو آخر شي عنا CM آآ انجليزي آآ 114 وهلا رح أردتكن طاقات اللعبين اللي رح ينزلوا طبعا أنا هم الشيان دي بي له أنتو تفرجوا على طاقات اللعبين واسمعوني على هي النصيحة أول شي ما تستعجلوا تفتحوا أي تصريح من بيناتهم لحد ما نزلكون شرح مشان تاخدوا أفضل استراتيجية ثاني شي يلي بده يشحن آآ أو يلي بده يفتح تصريح البرازيلي أو بده يفتح المسار البرازيلي فأكيد لازم يبيع اللعبين البرازيليين يلي عنده من قبل مثل بي لي مثل عفوا مثل رونالدو مثل آآ لوسي مثل كاكا لأنه أصلا رح يأخدهم مجانا وطبعا بنفس الوقت يلي بده يشحن مثلا يلي بده يفتح تصريح كرويف يلي بده يفتح تصريح إيسيان كمان يبيع اللعبين يلي موجودون هناك لأنه رح يأخدهم مجانا عرفتوا كيف فهي نصيحة كتير مهمة لألكون طبعا كل واحد يبيع اللعبين يلي رح يفتح تصريحه ما يجي يبيع كل اللعبين 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 يفضلي تشكيلته يجي يلي يا قنصة أنت يلي يبيع التشكيل أنا ما أتلك بيع التشكيل أنا أتلك بيع اللعبين يلي موجودين بقلب التصريح مجانا لأنه رونالدو 112 مثلا رح ترجع تأخدهم مثلا كاكا 110 رح ترجع تأخدهم مجانا عربيت لكم كل اللعبين يلي قادر أعرض لكم يهون طبعا يلي بيحضر اللايف اليوم المساء رح ينبسط كتير معنا رح نفتح كل شي مع بعض ورح نشرح كل شي مع بعض وفي مقايضات مهمة رح افتحها حصرا باللايف فلا تتأخروا على الليف الساعة 10 رح يكون إلى اللقاء السلام عليكم نشوفكم بمقطع جديد لا تنسوا اللايك والاشتراك شاو